بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري اه النهاردة دي اول حصة في الكيميستري ان شاء الله هنتكلم فيها عن الكيميستري اه يعني فرع الكيميا او الكيميستري والميجرمينت اللي هي عملية الكياس اه تقولي يا مستر هو في الكيميستري طبعا ان يولاد هو بيكون جزء او يعني يعني جزء حفظ شوية كله نقط اه مفترض اللي احنا نحفظها ونكون عارفينها كويس جدا بعد كده ان شاء الله الدولي ستكون فيها الجزء الفهم اللي احنا عارفينه مثلا اه مثلا اجزاء شرح عادية اه انا بعتبر ان في الفيزيكس والكيميستري الجزء الاول او شابتر وان فيها يعني كانوا مقدمة للمادة بتاعتنا طبعا مهم بيجي في الامتحان طبعا اه بس هو جزء حفظ يعني عبارة عن كانوا اراية بالضبط الولاد اه ينقط بنقراها وبنبسطها طبعا هي الميزة ان انا طبعا عملها لك باختصار او مختصرة في الشرح بتاعها غير كتاب المعاصر او كتاب المدرسة فلو حبينا نبدأ الاول هنقول يعني ايه كيميستري يا ولادي بس واقف الحد هنا كده عشان نفهم خطو خطو يعني بيهتم بدراسة تركيب اللي هي خواص يعني او صفات المتر طب تمام يا مستر طبعا الكيميستري بقى يقولك ايه انا انا اهتم بدراسة التركيب المتر المادة والصفات بتاعتها اه عكس الفيزيكس انت فيزيكس كنت بتهتم بايه يقولك انا كنت باهتم بالناشرال فينومنا الظواهر الطبيعية اللي بتحصل يقول لا لا خليك انت في الظواهر الطبيعية با وخلينا انا في طب ايه كمان وطبعا بيدرس التغيرات اللي بتحصل فيها انت بتعمل مثلا تفاعل كيميائي فتلاقي المتر اللي عندك حصلات تغيرت في اللون يبقى هو بيدرس الكلام ده ايه كمان يعني التفاعلات اللي ما بين المواد وبعضها تمام كده طبعا وطبعا الظروف المناسبة للرياكشن طيب ده الديفينيشن بتاع الكيميستري ياولاد ساينس اف كيميستري علم الكيميائي طبعا قسموا قسموا اجزاء واحفظوا جزء جزء كده وان شاء الله يبسعر عليك طيب ايه بقى ياولاد مجالات دراسة الكيميستري يعني احنا ايه المجالات اللي بندرس فيها الكيميستري تعالوا نشوف نمبر واحد يعني العلم ده بيهتم بمجال او بدراسة الاتوميك استريكشن عند موليكولر استريكشن يعني الاتوم والاستريكشن بتاحها والموليكولز عندها وزي بوند وازاي انهم بيرتبتوا ببعض تمام كده ايه كمان بيهتم بايه كمان نمبر تو يعني وصف الصفات الكيميائية لاي مادة انت عايز توصف مسلا بتاع الكربون دايكسايت يعطي لي يا مصر اللي هو ده عبارة يا مصر عن ايه بانت عملت ايه وكمان تدرس الكيميكال بروبيرتز بقى يعني الكاربون دوت ايه هو الكيميكال بروبيرتز بتاعته الصفات بتاعته ورياكتي مع مين ما بيعملش مع مين وهكزا مين المسؤول عن الكلام ده طبعا الكيميستري ايه كبان ايه كبان ايه كبان ايه كبان بحاجة مهمة جدا في بعض الكيميكال راكشنز انا اخدها هتبص لقى ايه طبعا عندنا اللي هما بفور زقروا كده قبل السهم اللي هما المواد اللي بتتفعل مع بعضها طيب هو بقى بيهتم بدراسة ازاي المواد اللي تتفعلت مع بعضها وزاي كون البرودكت يبقى ايه كمان يعني المجالات بتاعتنا بيهتم بايه كمان بالكيميكال راكشنز وزاي بتحولوا البرودكت ايه كمان يعني بيحللنا بعض المشكلات اللي في البيئة زاي مين انا عندي مثلا مية ملوثة انا هقدر هعمل تفاعل كيميائي معين اعمل لها معالجة وانقل مية دي تلاوث التربة في مثلا اسيدتي عالية في التربة في حموضة عالية في التربة لانا ممكن ما اضيف مواد كيميائية اضيع الحموضة تحت التربة دي يا ولادي تمام طبعا كل الحاجات دي مين بيساعدني فيها المشاكل اللي بتحصل في في البيئة دي طبعا علم الكيمياء طب يا مصر في كمان في ده عنوان كده باسم يعني ليه تعتبر الكيميا هي مركز او يعني هي اصل ايه الساينس او مركز الساينس ليه تعالوا نشوف لان يا ولاد لها علاقة باكثر من يعني انت عندنا لو الكيميستري هي الدايرة اللي في النص دي هتلاقها مرتبطة مع البيولوجي ومرتبطة مع الفيزيكس ومرتبطة يعني مرتبطة مع اكتر من برانش هنعرفهم دلوقتي نبدأ اول حاجة الكيميستري اند بايولوجي ايه هو البيولوجي الاول طبعا ازا ساينس ذات ستاديز ليفينج ارجنزميس ليفينج او ماش يمس ايه اللي داخل الكمية بقى في الموضوع البيولوجي دا بيهاتم ستاديز ليفينج ارجنزميس طيب تعالا بق استنى ما الكيميستري ايه بقى الكيميستري هيلب ان اندريستاندن ذا كيميكا بقى بتساعد اللي انت تفهم الكيميكا ري اكشنز او كيرينج وذن ليفينج ارجنزميس اللي بتحصل داخل اللي فينج ارجنزميس او ما احنا يبسل فيه بتحصل لنا جوه في جسمنا اه طبعا ده حرق الاكل في جسمك ده الاسد اللي في الاسطمك عندك اللي في المعدة طبعا كل البروتين اللي موجود في الهير عندك في شعرك كل ده عبارة عن الجلوكوز والشجر اللي موجود في جسمنا كل ده يعتبر يبقى ليه علاقة ولا يلاق بالبيولوجي اه طبعا فبيسموا بقى الفرع ده يا ولاد باسم ايه بيسموه باسم تلايه مسلا ليك مسلا اخ ولا حد عريبه مسلا يقولك انا اه اكلية علوم الفرع ايها يعني ايها هو بقى المجالده يا ولاد اللي هو اللي يعلقه ما بين الكيميس 식anyol تعالوا بقى نعرف يعني ايها بايو كيميسい يالبي?」 بصوا بقى كده استنووا تعالوا معي كده معاناها بايولوجي والكيميكال بتاعها التركيب الكيميائي الخلايا جسمك طبعا سيلز يعني خلايا تمام؟ يبقى انت فعلا بتتكلم عن ايه؟ بايو بايو كيميستري يبقى ذا ساينس ذا تستاطيس ذا كيميكال استرائكشور اف سيلز اف ديفرونت ليفينج اورجينيزمس اللي كانت حية مختلفة صايمين بقى يا مصر ايه اللي موجود في السيلز عندنا بقى اللي مفروض العلم الكيميا ده بيهتم بيه؟ او علم البايو كيميستري ده بقى اللي هي الدهون يا ولاد الكاربوهايدريتز النيوكليك اسيد الدي ايه مثلا البروتين طبعا البروتين يعني حتى البروتين ده اللي هو يعتبر اهم حاجة او من اكبر مواد اللي بتكون اجسام الكيانات الحية هو بيهتم بيها البيو كيميستري طيب ادي اول فارع عشان كده ايه كمان؟ كيميستري عندي فيزيكس حتى يا مصر الكيميستري اللي هي علاقة بالفيزيكس؟ اه طبعا تعالوا نشوف العول ايه؟ الطبيعة صح او لا؟ بيدرس الزوار اللي بتحصل في الطبيعة بيدرس الماتر بيدرس الامرشي بيدرس الفورسز طب ايه بقى علاقة الكيميستري بالكلام ده؟ تعالوا نشوف كيميستري هي لبس بيدرس الماتر بتساعدنا بقى اللي احنا نقدر نكتشف وسائل قياس دقيقة دقيقة يعني اللي هي دقيقة عالية وبيسموا المجالات دي باسمي يعني يعني تعالوا نشوف كده تاني كده طب بتدرس ايه في الصفات؟ بدرس الصفات بتاعتها والبارتكلز اللي بتكون فهمنا كده؟ يعني انا بدرس مثلا خلي بالك بقى هنا مش بكلم عن سيلز هناك كنت بقول سيلز اما هنا بتكلم عن مواد ممكن تكون صولد ممكن تكون في همنا الفرق طبعا بتدرس ايه الخصائص بتاعتها طيب كيميستري حتى الكيميستري اللي هي علاقة بالادوية والفارماسي اللي هي طبعا الصيدلة طب بتعمل ايه؟ كلم طبعا كل الناس اللي في صيدلة وفي كلية صيدلة وكلام ده كل الولاد بيعتمدوا على الكيميستري والرياكشنز عشان يعرفوا ايه المادة الكيميائية اللي موجودة في الدواء ده يبقى والانزيمات بتشتغل في جسمك عشان يديها الدواء المناسب يبقى طبعا ده يا ولاد اللي هي علاقة بين الكميستري والفارماسي ايه كمان كيميستري اند اجريكاريتشر يعني الزراعة كبير يا مصر اللي هي علاقة بالزراعة اه طبعا ازاي؟ شايفين يا ولاد الشكيرة بتاعت السمات دي؟ طبعا دي اللي هي ن بي كي ايه مصر؟ الان بي كي اللي هي النايتروجيوم والفاسفروس والبوتاسيوم التالتة دول المواد اللي بيسموهم باسمي يعني المغازيات الكبرى اللي هي المغازيات الكبرى ان و بي و كي يعني معنى كده ان الشقارة دي تحتوي على مين؟ على نيتروجيوم والفاسفروس والبوتاسيوم طب يعني يا مصر كيميستري ايه علاقة برضو بالاجريكاليتشر نكتب نقول ايه يعني؟ نمبر ون طبعا هنختار السويل المناسبة للزراعة انا ماينفعش يكون عندي السويل مثلا اسديت بتاعتها عالية ويزرع فيها مثلا كوتون او ازرع فيها لا ماينفعش طبعا ايه كمان؟ المحاصيل المناسبة ازاي يا مصر بنختار ازاي؟ بيعملوا ايه يعني؟ طبعا يعني يعملوا تحليل كيميائية ولد السويل ياخدوا عينا من الارض دي ويحللوها تمام كده؟ طبعا اللي هي بتعرفني بتاعت السويل كومبولنس ممكن يقولك في الامتحان ايه هي اهمية ايه هي اهمية بتعرفني نسب ايه كمان؟ طبعا بتزاوت بقى انتاج المحاصيل كيميستري كان ياولاد طبعا بتتديد ان انت بقى ايه؟ تحضر السماد المناسب لكل محصول طبعا كده؟ يا رب يكون فاهمين الحاجات دي او الكلام ده؟ طبعا كمان المبيدات الحشرية اللي هي الحشرات اللي موجودة في الاراضي الزراعية شايفين كده ايه علاقة بالزراعة؟ طيب اخر حاجة الكيميستري الكيميستري بقى المستقبل ايه مصر اللي فيها كمان في المستقبل هتعملين ايه يعني؟ تعالوا نشوف هؤلاء الكيميستري هايل بقى تدسكافر and create new useful extra ordinary substances يعني الكيميستري دلوقتي بتحاول اللي هم يستخدموها في عمل مؤد يعني اكثر اهمية تمام؟ زي ايه بقى؟ عن طريق حاجة اسمها باي means of nanotechnology عندنا شابتر كامل او عندنا لسون كامل عن الناتكنولوجي دي اولاد تمام كده؟ بلاتصالات and ايه كمان؟ انجينيرينج يارب نكون فاهمين الجزئة دي احنا كده عرفنا في الجزئة دي chemistry is the center of science عرفنا the relation between chemistry and biology the relation between chemistry and physics اللي هي physical chemistry the relation between chemistry and medicine chemistry and agriculture chemistry and the future طيب تعالوا نشوف عملية الكياس في الكيميستري يعني زي ما كنا نتكلم او كلمنا في الليسون بتاع الفيزيكس الناس اللي تابعت حدثة الفيزيكس عن الميجرمينت الكياس برضو نفس الكلام اكيد احنا في الكيميستري نحتاج كياس الليتر ده مسلا وقد��하면 كمن الكوباء دي لو عبيت منها اتنين ببنا عملت كيلو ولبن في كيف مملك صح كده؟ Idk الذ it on مملكة استعمالı انا عارمل ايه انا اضع ايه طائب لو اضع منها اتنين يعني انا لدي ايه طيبúsica لو اضع من هذه اربعة انا عملت امس توم كيلو صح كده؟ حتنا على القوانٹ انا بقارن كمية انا مش عارفها تمام بكمية تانية من نفس النوع مثال كمان انت عندك مثلا الفصل بتاعك او الكلاس بتاعك عايز تيستوله طبعا دي كده هي الحيطة دي هتروح بنقارنها بايه هتجيب حاجة من نفس النوع متر عشان تعرف ايه بقى يعني عشان تعرف الاولى دي فيها كم من التانية دي فانا كنت قلت لك يا مستر الاولى دي فيها تلاتة ولا اربعة من التانية دي اربعة يبقى الحيطة دي كم متر يا مستر هيبقى انا عملت كده عملية ايه يا ولاد يا رب نكون وضحت لكم طب المجرمينت بروسس تشود هاب ثري مينز بوينز عملية الكواس يا ولاد بتشمل تلات نقط ايه همه نمبر وان نيوميريكال فاليو باي ويتش ازا طبعا ويديسكرايب زاميجر زاميجر دي كوانتيتي يعني ايه اللي انا بوصف بيها الكمية اللي انا باقسها طيب تمام يا مستر ايه كمان لازم تكون في وحدة كياس مناسبة صح ولا ايه يعني انا قسط الحيطة ينفع فور كيلو جرام ايه مستر علاقة اللينس بالماز يبا لازم تكون الوحدة مناسبة صح يعني مسلا مجدار بتاع الفيزيكال كوانتيتي اللي انت بتقيسه تمام متحقق عن طريق لو قانون معين احنا حسبناه عايز تحسب الاريا مسر يبا لازم على حسب قانون معروف تمام يا ولاد وطبعا لتكون ليه معروف نمبر ثري سيرتن ايرور ريشيو يعني خطأ خطأ نسبة خطأ اكيد لازم طبعا نتيجة خطأ في الجهاز المستخدم ايه كمان يعني اه الظروف بتاعة القياس نفسها طبعا زي ما اكلمنا في الفيزيكس يا ولاد كمان قلنا بطريقة اعمق شوية يعني هنا بقولك ان في خطأ في الجهاز بيكون سببه او في اللي هي طريقة الاستخدام او خطأ حاصل بواسطة الشخص نفسه ممسكش الاداة صح فقاس طبعا بطريقة ايه غلط طيب بطريقة ايه اهمية القياس اخر حاجة هنتكلم عنها في اللي سنون دمي بخلصنا هنستفيد باي يا مصر اللي احنا نقيس يعني طبعا نمبر ون بتعني كده وانا يا مصر لاستفيد ايه ان انا امسي كزاست المايا دي واحللها واعرف كل حاجة فيها نسبتها ايه مش انا كده بقيس بقيس بتاعة الكسوديوم بقيس بتاعة الكالسيوم بقيس بتاعة الكولورين صح يبقى ليه عشان اعرف نوع اللي هو التركيز التركيز المواد اللي بنستخدمها طب ايه كمان طبعا مهم في عملية الحماية والتحكم يعني يا مصر انا شفت المايا دي نسبتها مش نسبة الكولور فيها عالية قوي لأ انا هبتدي اعمل بقى حساباتي وهبتدي اقلل الايه الاستخدام ده او اقلل نسبة الكولور دي بان عملت حماية وهتحكمت طبعا في النسب دي يا ولد عن طريق مين؟ الكياس تخيالوا لو مفيش كياس كنا يلا المايا دي زي ما هي كده بالمكونات اللي فيها شربناها وخلاص ايه كمان؟ طبعا ميديكيشن يعني ايه مصدر؟ يعني بنشخص وبنحدد طبعا الدواء تمام؟ المناسب طبعا للمرض اللي عندي الشخص دوت يعني ايه؟ يعني تروح للدكتور يقول لك انا عايز سبعين ميلي بتدي اشوف طولك يعني بص للجدول ده مسلا يا ولد؟ الشجر مسلا الجولوكوز شجر يقول لك مسلا الكوبة بتاعته كان سبعين في الجسم واليوريك اسد نايم بوينت تو طيب اما للفاليو الطبيعية بكام؟ من سيفنتي لون هندردتين اه يا بقى خلي بقى لكم بقى انا بعرف يعني انا بقيس نسبة الشجر في الدم او الجولوكوز في الدم عشان اعرف هل انت او هل الشخص دوت مريض ولا لأ وميديني طبعا اللي هي بتاعتك ان هي من سبعين لمية وعشر والله يا ناقصت بقى طلعت مسلا يا بس اكر عندي قليل تلعت مسلا يا بس اكر عندي عالي طبعا كل ده عملية ايه يا ولد؟ عملية كويس يا رب نكون في منها ما عليش الدرس لكله نقط حفظ او كله نقط تفهمها الاول كويس بعد كده تحفظها اه الشغل يعني انا ما بحبش حس اللي فيها يراية كتير وفيها وان تو سري دي بحس ان انت بتملي منها بس ان شاء الله يعني الشغل التيل جاي ما تقلقوش اه ان شاء الله يكون سهل بازن الله اه بتوفيلك وان شاء الله مع الحصة الجاية انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته